السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكملين مع حكايات المساجد في القاهرة والجوامع وحكاية نهاردة المسجد المشهور في منطقة عبدين واللي بناه طباخ طباخ وبنا المسجد والطباخ ده كان حلته حاجة وازاي قدر يبني المسجد ده ويكون بالشكل الجميل يلا نعرف حكاية مسجد جامع الطباخ البوابة الالكترونية للقاهرة وموقع الالكتروني فيه معلومات تاريخية اثرية عن القاهرة بتقول لنا ان الحج علي الذي كان يعمل طباخ للسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلوون وهذا الطباخ خدم الملك الناصر مدة طويلة لما كان الملك الناصر معزول عن حكم البلاد وكان يعيش في حسن الكرك الكرك في بلاد الشام كان الطباخ علي معاه وبيسنده وبيتبخله فلذلك عندما عاد مرة اخرى سلطان الناصر محمد بن قلوون للحكم فسلطان الناصر محمد بن قلوون تولى حكم مصر على ثلاث مراحل فترة يتم عزله ثم يعود مرة اخرى وثلاث فترات حوالي اربعين سنة من اطول الحكام في حكم مصر في فترة المماليك وفترة المماليك كانت مميز بعدم الاستقرار في الحكم ولكن محمد الناصر ناصر محمد بن قلوون قدر ان هو يحكم البلاد مدة طويلة المهم كان دايما علي الطباخ معاه في الظروف الصعبة ولما رجع تاني لمصر وكان السلطان الناصر محمد بن قلوون بيخوم بالاكثار من عمل الطعام في الافراح والولائم وكان دايما بيجزل بيعطي العطاء الكثير والكثير من الاموال والهدايا لطباخ علي فطباخ علي اصبح رجل غني من خلال كرم السلطان الناصر محمد بن قلوون موقع المسجد فوق محطة مترو محمد نجيب في القاهرة في وسط البلد في منطقة عبدين وتم الانتهاء من بناء المسجد سنة 1200 تلاتة واربعين يعني المسجد ده بقاله 800 سنة ولكن تغيرت ملامح المسجد بسبب الإهمال وفي سنة 1350 من الهجرة يعني من حوالي اكتر من 80 سنة تم ازالة ملامح المسجد القديم وتم انشاء مسجد جديد شكل المسجد تغير شوية نعرف علماته اكتر عن تاريخ المسجد ده احنا قلنا المسجد ده تم انشاءه سنة 1243 ما انشاءهش في الاول الطباخ علي هو جدد المسجد بعد ايه فترة من الزمن انما انشاءه في البداية كان من الامراء المماليك اسمه الامير جمال الدين اقوش وهو من رجال الملك الصالح نجم الدين ايوب وكما تولى الامير جمال الدين نيابة مدينة الكرك في عهد سلطان الناصر محمد ابن قلوون وكان الامير جمال الدين اقوش من اغنى الامراء واشتهر بالتصدق والكرم والجود والاهتمام بالعمارة فرمم العديد وانشأ العديد من الجوامع القديمة وساءت العلاقة بين السلطان اقوش والامير والسلطان الناصر محمد ابن قلوون كان فيه مشاكل وخلافات بين اقوش والناصر محمد ابن قلوون بسبب الوشايات والوقيع التي يخوم بها الناس الحاقدين على الامير اقوش ومش عايزين يحظى بمكانة عند السلطان الناصر محمد ابن قلوون فقام الناصر محمد ابن قلوون بسجن اقوش في سجن الاسكندرية حتى توفي سنة 736 من الهجرة دي كانت حكاية مسجد الطباخ الطباخ اللي جدد المسجد وفي الاول كان انشأ المسجد جمال الدين اقوش من الامراء المعروفين دي حكاية مسجد اقوش اللي موجود في منطقة عبدين فوسط البلد والى اللقاء مع حكاية اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته